السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلوكم حبا يتقلبي ان شاء الله ياربي تكونون بألف خير اليوم حبي تقدم لكم وصفة جدا مهمة ان شاء الله تستفادوا منها هي كريم خاصة تشققات الجسم يمنع تشققات الجسم ويضا يرمم الجلد اللي ناتج عن الحمل وناتج عن السمنة مرات فهنا عدنا الكوكينت اويل او زيت جوز الهند الارغانيك او اي زيت يعني يتوفر عدكم والكاكاو بتر او زبدة الكاكاو هذي تنبع عند العطارين يصير شكلها هي جي وطبعا حتى ريحتها تشبه الكاكاو هذي هي نحتاجها موجودة عند العطارين سوبر ماركتات شبيرة يعني شون السناتر تلقونها بهذا المكان فنحتاج تقريبا نقول نص كوب نطلع نص كوب من هذا زبدة الكاكاو وايضا ملعقة طعام مليانة من زيت جوز الهند زيت جوز الهند اذا طبعا هو اصلي وارغانيك اذا خليته بمكان بارد او يعني مكان ما يكون دافي فيكون جامد شكله جامد مو زيت يعني مثل الزيت العادي هذا هو يكون من صفاته الاصلي هيش يصير شكله ملعقة طعام مليانة نخلي وين نسكوب من الزبدة الكاكاو فقط مكونين باختصار يعني بدون ما نضيفون اي مواد ثانية هنا رح نبدي نذوبهم حتى تنمزج المواد مع بعض حتى نخليهم يتجانسون مع بعض وبعدين نخليهم فد علبة زجاجية او بلاستيك يعني اللي ما توفرتكم ونخليهم درجة حرارة الغرفة العادية ونخليهم مكان بارد حتى ما تجمد ترجع تجمد الكريمة اللي راح نسويها هنا خليتهم على حمام بخار او مائي حتى الزوب ما نعرضهم للحرارة عالية بس يجري مجرد يعني حرارة لا بأس فيها حتى الزوب هنا مثل ما شفتوا ذابت تماما المكونين زبدة الكاكاو وايضا عبناء زيت جوز الهند فهسا رح افرقهم هذه العلبة تحتوا على غطة وخليهم درجة حرارة الغرفة واتركهم بس رح اراويكم شكلهم لما يبدي يجمد يعني ما يجمد مثل ما شفتوا بالبداية نفس الصلابة بس يبقى طريق يعني لا بأس شون الفازلين قدرون تستخدموه بالنسبة طريقة استخدامه بنات اذا طبعا عدكم تشققات او تخافون انه تواشون تشققات خصوصا بالحمل تنظفون المنطقة بشكل جيد اي منطقة البطن اي منطقة يعني تحسوها انه راح تتمدد خصوصا بالحمل البطن تنظفوها بشكل جيد وبعدين تدهنون هذه الكريم وبعد ذلك اذا حبيتوا تخلون مرة ثانية تزيلون الكريم اللي موجود تماما وبعدين تخلون مرة ثانية ان شاء الله يا ربي تعجبكم هذه الوصفة جدا مفيدة لا تنسونا باللايك في امان الله ترجمة نانسي قنقر